أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية ضمن أنشطة مبادرة الزرع وتنفذها في الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية بقرية اللستاموني مركز بالقاس بمحافظة الدقالية عقد التحالف لقاء مع صغار المزرعين للتوعية بأهمية القمح والتعريب بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح كما تم الاستماع للمزرعين ومدى الاستفادة من خدمات المبادرة ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم والاستفادة من المبادرة للدعم وحس المزرعين الذين يقومون بالزراعة المتأخرة مبادرة إزرع أطلقها التحالف الوطن لعمل أهل التنموي في عام 2022 وبتقوم بتنفذها الهيئة الإبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في المرحلة الثانية التي نحن فيها حاليا حسب توصيات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالوصول لمليون فدان فتم من خلال المبادرة حاليا المرحلة التانية بنشتغل على مليون فدان لعدد 500 ألف مزارع لعدد 16 محافظة بالقاس من أكبر المراكز المحافظة المساحة وبتزرع أمحة في الزرع السنة دي في الاقتمان بس 28 450 ألف فدان خلاف بقى الحفي المرائبة العامة خلاف الإصلاح يعني بالقاس تعمل لها لا يقل عن 40 ألف فدان إجمالي الحياز التحالف الوطني دعم صغار المزارعين بنص ثمن تقاول أمح بنشكر الوزارة ونشكر الجهود الخاصة لهم على أساس أنهم دعمونا لنهاء السنة دي بكميات كبيرة من الأمح ووزعنا جزء منه ب275 جنيه الشقارة اللي هي كانت مرتفعة ب550 و530 بالنسبة للأمح نتوفر عندنا في الجمعيات بيزولنا الدعم دوة توفير عن بره زرعنا الحمد لله كمية الأمح يعني السنة دي عندناها رهيبة بسم الله ما شاء الله ما فيش رباني يحسن ختمه والأمحة الدكتلات الأمحة الزراعية بيشرفها علينا ويحط كذا وعمل كذا ويبصوا على الأرض يعني ويلفوا وإحنا الحمد لله عندنا بسم الله ما شاء الله أمح السنة دي يمكن يقضي الفجوة كلها بأمر الله اشتفدنا بتقاول أمح اللي جاية مدعمة طبعا كانت التقاوي غالية ورسادة الرئيس جاب لنا تقاوي مدعمة وطبعا كلنا زرعنا الحمد لله